السلام عليكم متتبعي القناة سمحبا بكم فيديو جديد في إطار الاستعداد لإجتياز فروض المرحلة الثالثة اقترح عليكم مجموعة من الامتحانات الخاصة بهذه المرحلة في هذا الفيديو سنكمل امتحان مادة لغة العربية لمستوى السادس في الفيديو السابق كنا درنا أسئلة لفهم الشكل التراكيب في هذا المتحان سنكمل الصرف وتحويل حبا ندولوا معكم التعبير الكتابي نغلقوق الهاتف السابق انا انا عسنا اسم τη الآلة قلنا بلا BIG اسم الالة ل Mountain مترقة على وزن مفعالة واسم الالة من دارة على وزن فعالة أو كدلك ن Allison على وزن فعالة. هذا هو السؤال الاول في صرف التحويل. نكمل هذا المكوين هذا. بس اندز السؤال الموالي. اسمي الجدول التالي بما يناسب. اذا عدنا اسم التفضيل اكبر اتقل. سنستخدمه الفعل ونبينه الوزن ديال هاد اسم التفضيل. اذا اكبر من فعل كابورة. كابورة اكبر ووزنه افعل. مؤنته فعلة او كبرى. اذا اكبر فعل ديالها كبورة. وزن اسم التفضيل هو افعل. ثم لدينا اسم التفضيل ثاني هو اتقل. اتقل جاءت على وزن افعل. والفعل يعني غيكون تلاتي لهو تقول. 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 اتقل على وزني افعل. اذا سنقوم بسؤال الاول. اعيد كتابة الكلمات الخطأ صحيحة. اذا هذه الكلمات اللي مكتوبين هنا هما كلمات يعني كنتقوها في شكل وكنكتبوها في شكل اخر. يعني لا تكتبو كما تنطق. هذا من اللي كنتقوها كيكون واحد المد حدا حرف الها. هذا. ولكن من اللي نبغيون نكتبوها ما كينش المد. يعني هذا خطأ يملائي. اذا كنتقوها هذا. المد كيكون حدا حرف الدال. عم. اذا عدنا عن وعدنا ما. نقدرون ندمجوهم كل بجوج بهم في واحد الاستفاهم. عم. عم. تقدر تكون عدنا في ما. في ما. الى اخر. اذا عم يتساءل. عم يتساءل. لدينا كذلك. لكن. لكن. اذا لاحظتم معي ملين تقطع. كين واحد المد. هذا حرف اللام. لكن. ولكن. آآ ملين بغيون نكتبوها اخصنا ما ندروش هذا كلمد. اذا سنكتبوه لكن. بدون مد. كذلك. اذا كذلك. كينح واحد المد. في حد ذا حرف الدال. في النطق. ولكن في الكتابة لا يكتب. كذلك. نمر الى التمرين الموالي. ضع سطرا تحت الكلمات الصحيحة. اذا عدنا يعتمد داود. في عمله على الطاقة الكهربائية. اعطونا داود. لفيها المد. هذا حرف الواو. اعطونا داود. بدون مد. الكلمة الصحيحة هي داود. بدون مد. في الكتابة. اذا هذه كذلك كلمة تكتبو. يعني تكتبو. تنتقو يعني بطريقة وتكتبو بطريقة اخرى. ان الذين. اذا ان ندروا حرف اللام. وانما ندروا غير واحد الحرف. اللذين. هذا الجواب الصحيح هو هذا استرنا له. ان الذين يستعملون الطاقة الاحفورية يهددون الحياة البشرية. اذا هذا فيما يخص لاجابة عن مكون الاملا. نمر الان الى مكون تعبير الكتابي. نقرأ الوضعية. اكتب في احد المواضيع التالية. موضفا مهارة كتابة حكاية واقعية. اذا اعطتكم الاستاذ والاستاذ جوجد الاقتراحات. اختر واحد فيهم وتكتب عليه. ماذا اشنو اكتب عليه? حكاية واقعية. اذا اردت مشاهدة مباراة في كرة القدم. فانقطع الطيار الكهربائي بالمنزل. والموضوع التاني. سافرت في الى مدينة الجديدة. وعند عودتك اضعت سمانة تذكرة العودة. اذا نحن نجد المواضح. ما الذي نريد ان نهدره لهم. احداث واقعية. ماشي خيالية. اذا اخترت معكم هذا الموضوع الاول. اعيد قراءة نص الموضوع. اردت مشاهدة مباراة في كرة القدم. فانقطع الطيار الكهربائي بالمنزل. والحكاية الواقعية التي كتبتها هي كالاتي. اذا يمكن لكم تستفدو منها. في يوم السبت المنصرمي عدت الى المنزل باكرا لاشاهد مباراة في كرة القدم. اذا انا سنضيف معكم علامة الترقيم. في يوم السبت المنصرمي عدت الى المنزل باكرا فاصلا لاشاهد مباراة في كرة القدم. والتي تجمع فريقي المفضل بنظيره. نقطة. على التلفاز. وبعد اذا بنظيره على التلفاز. من نقطة ما شهنة وانما هنا. على التلفاز. وبعد بدء الشوط الاول ببضع دقائق انقطع الطيار الكهربائي بالمنزل. فاصلة. فاصلت الى ابي ان قلوا اليه خبر انقطاع الكهربائي. بينما وجدته منهمكا بالبحث عن مكان وجود العطب الذي احدثه التماس الكهربائي. نقطة. وبعد جهد كبير ومحاولات امتدت لربع ساعة استطاع ابي اصلاح العطب. نقطة. فرحت كثيرا بهذا الخبر. وادركت حينها اهمية الكهرباء في حياتنا. وكيف انها توفر الانارة والترفيه والتعلم وتوفر الجهد كذلك. نقطة هنا مش فاصلة. عدت لاشاهد المباراة بكل شوق شجعت فريقي بحماس وانتهت المباراة بفوز فريقي. يا له من بفوز فريقي. نقطة. يا له من الانتصار على تعجب لانها جملة تعجبية. اذا اعيد قراءة يعني ساعيد قراءة الموضوع. في يوم السبت المنصرم هنا ضروري انكتبوا يعني الزمان والمكان. اذا هنا يعدنا الزمان في يوم السبت المنصرم. عدت الى المنزل باكر. المكان هو المنزل. اذا المكان هو المنزل لاشاهد مباراة في كرة القدم. اذا هذا هو الحدث والتي تجمع فريقي المفضلة بنظيره. على التلفز. وبعد بدء الشوط الاول ببداية دقائق. انقطع الطيار الكهربائي بالمنزل. يعني تقطعته. فاسرعت الى ابي لانقل اليه الخبرا. او لانقل اليه خبرا قطاع الكهرباء. يعني مشيت كنجري باش نقلها لاب ديالي. بينما وجدته منهامكا بالبحث عن مكان وجود العطب. يعني هو يعني سبق لي عرف بلان الطيار الكهربائي انقطع وبدأ يبحث على مكان وجود العطب. ليصلحه. الذي احدثته او احدثه التماس الكهربائي. تمس الكهربائي والسيركوي. وبعد جهد كبير ومحاولات امتدت لربع ساعة. يعني ربع ساعة هو يحاول يصلح العطب. استطاع ابي اصلاح العطبي. فريحت كثير. اذا هنا نقطة يعني تحل المشكل فريحت كثيرا بهذا الخبر. وادركت حينها اهمية الكهرباء في حياتنا. يعني من اللي تقطعت تعرفت الاهمية ديالكهرباء. حيث انها وهنايا غدت نكتب الاهمية ديالها. حيث انها توفر الانارة والترفيها والتعلمة وتوفر الجهد كذلك. عدت لاشاهد المباراة بكل شوق شجعت فريقي بحماس. بكل شوق هذا كل ما يخص الاجابة عن مكون التعبير الكتابي. الى هنا نصل الى نهاية هذا الفيديو. نلتقي ان شاء الله في القاتم من الفيديوهات. اتمنى لكم حر موافق. والى اللقاء.